معانا الأستاذ عبدو من المنصورة أستاذ عبدو هيا مع حضرتك تفضل يا أستاذ عبدو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ عبدو زاجع مشير نعمة وفضل الحمد لله جزاك الله خيراً عنا وعنك يا رب الله يرضى عنك تفضل ربنا بارك في حضرتك أنا كان لها بس سؤال بسيطة عند حضرتك تفضل يا سيدي أنا عندي بنت عندها 27 سنة خرجت أزهر ومحفظها للكرآن وكل ما يجي لها حد بترفض بترفض اه طيب حد انتو مؤسكنين في القائرة ولا في حمد طيب سيدي هي بترفض لان هي عايزة تخرج من تخرج من مكان الى مكان تاني ولا هي بترفض ليه والله ممكن يكون مش في المستوى مش في المستوى هو مش تناسب ليها أو محفظ مستوى طيب طيب يبقى رفضها مبرر يا حج عبده رفضها مبرر وراه ما تضغطوش على البنت ما هي برضو ما هي دلوقتي 27 سنة برضو 27 سنة يا سيدي 27 سنة إن شاء الله 27 سنة خير وبركة ونور ما تخ والله انا ما رضعت علي يا شيء مش عايزة اقولك حاج عبده عيني في عينك كده سيبها يا سيدي والله عيني في عينك خطر سيبني عايزة اقولك حاجة عايزة اقولك حاجة حضرت النبي علمنا ان هو لازم الجواز يبقى بالرضى حضرت النبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هي لازم تكون راضية هي اللي هتعيش في معاه ما تقلقش عليها لو عايزنا كلمها هكلمها بحاجة واحدة بس بنت العزيزة يا بنت الحج عبده الله يكريمك الله يكريمك ويباركلك ببساطة خالص خلي عندك معيير والمعيير دي تكون معيير للعشرة الحسنة وخلي المعيير ديت هي الحاكمة ليكي ما تخليش أي هوى أو شيء داني يبقى يعني يضيع تفكيرك ويطلق إحساسك لابد أن أنت تكوني مركزة في المعيير ما يكونش دوت عشان أي حاجة تانية غير المعيير موسيقى